السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما بيكون معكم مسهي برجة من هدى ان شاء الله سنة رابعة مكمل مع بعضين لولاد مراجعات تايت الامتحان على مقرارات الفصل الدرس الثاني آآ عشرين اربعة وعشرين النهاردة ولاد معانا مراجعات تايت الامتحان مادة اللغة العربية النهاردة معانا خمس اختبارات ان شاء الله نخرج عنها من الامتحان ياتيوا ولاد ترعمونا باللايك وشير الفيديو وشراك في القناة وطبعا صفحة الفيسبوك مسهي برجة مشان نسلكم ان شاء الله كل جديد اي مراجعة محتاجين لأي مادة تلاقيها موجودة في قائمة تشغيل الصف الرابع اللي احنا وقت للمتحانات الولاد بالنازل مراجعات لجميع المواد مش بس الانجلس تمام فاي حاجة محتاجين هتلاقيه في قناة تشغيل الصف الرابع يلا بنبدأ عندنا الاختبار الاول طبعا اول سؤال في الامتحان بيكون سؤال الاستماع استمع ثم اجب نسمع نصر الاستماع عشان نختار اللي جابات انقطعت الكهرباء ذات يوم فتوقف التلفاز وبقية الاجهزة المنزلية والحسوب وساد الظلام واصبحت الحياة لا تطاق فسألت ابي هل يمكن ان تنفذ مصادر الطاقة فقال مصادر الطاقة التقليدية مثل البترول والغاز الطبيعي يمكن ان تنفذ لكن اه فقلت وما الحل فقال الحل في الاتجاه الى مصادر الطاقة التي لا تنفذه مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية وهي طاقة نظيفة لا تلوس البيئة اه متجددة ولا تنهي يبقى هي طاقة نظيفة يا ولاد لا تلوس البيئة متجددة ايه لا تنتهي تعالوا بقى نختار الاجابات اول سؤال ده علامة صحة مع العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الغير الصحيح هسيب لكم اللينك مراجعة اسفل الفيديو يا ولاد هسيب لكم اللينك اسفل الفيديو المراجعة فيها نسخة مجابة ونسخة غير مجابة عشان نضرب عليها في البيت. هنلاقي اللينك في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ده علامة صح. بيقول للبترول والغاز الطبيعي من الطاقة المتجددة. لا. ولط. شعر الابن بصعوبة الحياة بعد انكضاع الكهرباء صح. اخت الطاقة الشمسية لا تنتهي لا تلوس البيئة تقليدية وده الاولى والتانية طبعا لا تنتهي ولا تلوس البيئة. يبقى الاول والساني. بعد كده بيقول ايه? السؤال التاني. التعبير الكتابي. اكتب المطوية التالية. مراعيا عناصرها. بيتكلم عن الاشجار والنظام البيئة. طبعا اول حاجة بايه? اول عنصر فيه المطوية بيكون ايه? هل تعلم ان ماذا يحدث لو? يجب علينا. هل تعلم ان الاشجار تساعد في عملية ايه? التنفس وطنقية الهواء. هتقول بقى ماذا يحدث لو? نتكلم بقى ماذا يحدث لو? لم توجد مثلا ايه? الاشجار. ماذا يحدث لو? لم توجد مثلا ايه? النباتات. طيب يجب علينا ايه? يجب علينا نحافظ على الاشجار. نحافظ على النباتات. نحافظها القائد تدربوا عليها. ندخل على السؤال اللي بعد بقى السؤال التالي بيقول النص الادب. اقرأ الفقرة التالية. في بيئتنا او في بيتنا حديقة نزرعها خضروات. وفي بيت صديقاتي حديقة نزرعها واليدها فاكهة. فكرت فيها ان تبادل معنا الخضروات والفاكهة. فعرضت الفكرة على والدي. فراكت له. وقال هذا يسمى نظام المقايضة يا فاطمة. وقد كان يفعله الناس قديما. قبل النقود. فازهبت في عجالة لصديقتي. وعرضت عليها الفكرة على عصراتها. عرضت الفكرة على عصراتها. فوفقوا جميعا وتبادلنا الانتاج. استخرج من الفكرة مالي. مراضف اعجبته. ليه بقى راكت له. راكت له. مضاد تمهل. او تمهل. ليه كلمة ياولاد ايه? عجالة. ده علامة صحة من العبارة الصحيحة وعلامة خطأ من العبارة الغير صحيحة. استخدم الناس نظام المقايضة. قبل اختراع النقود. زمان كان فيه نظام مقايضة قبل اختراع النقود. طبعا نجابة صحيحة. ستدفع كل اسرة نقودا. ثم ما تأخذه من حديقة الايه? الاسرة الاخرى. غلط طبعا. اجبت من السفيد من فكرة فاطمة. طبعا جميع افراد الاسرتين. جميع افراد الاسرتين. السؤال الرابع نص المعلومات. اقرأ الفقرة التالية. الموارد المائية محدودة واحتياجات الناس متزايدة. مشكلة ينبغي البحث عن حل لها فما الحل. في الفقرة الحالية تتجهي الحكومة في الفترة الحالية تتجهي الحكومة المصرية الى تشجيع التقنيات المبتكرة ووسائل الرأي الحديثة مثل الرأي بالرش والرأي بالتنقيط. لانها ترشد استهلاك المياه وتتيح استغلالها في استصلاح اراضي سحراوية لتلبية احتاجات السكان المتزايدة. اختر اجابة الصياحة ما بين القوصين. مرادف ينبغي. يلزم? يجب? يريد? ولا الاول والثاني? طبعا يا ولاد ينفع نقول يلزم وينفع نقول يجب بقى الاول والثاني. مضاد محدودة. عكس كلمة محدودة. عكسها ايه? شائعة? جديدة? مقلدة? ولا جيدة? طبعا ايه شائعة? طبع علامة صحة وعلامة خطأ. طرحت الفقرة السابقة حل المناسبة لمشكلة الموارد الايه? المائية. صح? ما فوائد وسائل الرأي الحديثة? هلقول ان هي ايه اولاد? ترشد السهلاك المياه وتساعد في استصلاح الأرض الزراعية؟ السؤال الخامسة لنص الشعر الكرة لبات التالية ثم اجب. يا مصر هازا عهدنا وولاؤنا لا كيف اشهدي سنصون ارضك حرة من كل باغ معتدي يا مصرنا نحمي الحمى بعزيمة كيتسعدي اختي اللي جابت صحة بدنا كوصاني مراضي في عزيمة ايه؟ حب عدل ارادة ولا علم؟ طبع اللي جابت صحة ايه اولاد ارادة اكملنا الابيات كلمتين لو ما نفسنا هاي تفشهدي في معتدي في تسعدي اكمل البيت الذي يعبر عن هذا المعنى سندافع عن ارضك ضد كل طامعين كي يطبك ايه؟ حرة هنقول سنصون ارضك حرة من كل باغ معتدي السؤال الثالث القواعد النحوي اجب ما عما يلي اختالي اجابة صحيح صنع عنوعة الباب النجارو النجاري ولا النجارة؟ طبعا النجارو فعل مرفع بالضم مكسوران الشباك الشباكان الشباكين طبعا الشباكان مكسوران نظفت غرب فاطي قبل النوم كلمة قبل هنا ظرف زمان ظرف مكان ولا حرف جر طبعا دي اولاد ظرف زمان اجب ما هو مطلوب بين القوسين راجع نوعة الارض الوطن حاضر الطلب المناصري راجع نوعة الارض الوطن عايز فاعل مرفوع بالواو ممكن نقول المهاجرون او المسافرون حاضر الطلب للمدرسة عايزين زرف ايه؟ زمان صباحا وعلى كده هيبقى السؤال السابع اللي هو الخط العرب يكتبه خط الناس خنظفها من الايمان والاملاء يقولك اخت الاجابة الصحيحة كتب الطلب الواجب كلمة الواجب فيها ايه؟ حمزة القطع ولا الف وصل؟ ولا فيها حمزة متطرفة طبعا فيها ولا فيها ايه؟ الف وصل ما اجمل الربيع طبعا دي جملة التعجب علامة التعجب ايه؟ اهيه اختبار التاني والنسبة عن نص الاستماع تعد النفايات الالكترونية من اقصر نفايات في العالم وتحتوي تلك النفايات على النسب من الزهب والنحاس وبعض المواد السمينة التي يمكن الاستفادة بها بطرق مبتكرة وامنة ولكن ينبغي الحذر فقد تضر هذه المواد بصحة البشر اذا اعيد تدويرها بشكل غير سليم والاطفال معرضون للتأثر بتلك المواد اكتر من غيرهم ده بالنسبة لنص الاستماع والسؤال معانا ده علامة صحة وعلامة خطأ يمكن ان يستفادة من المعادل الموجودة بالنفايات الالكترونية صح اشتبكم اكثر الفئات تضرورة من ايه؟ التروير السائل للنفايات لقد الاطفال تحدثت الفقر عن النفايات ايه؟ الزراعية الصحية الالكترونية ولا جميع ما سبق طبعا ايه ولاد النفايات الالكترونية السؤال التين تعبليل كتابك المسرحية التلياس وما يجب عمر ولد في الصف الرابع ناشط ويحب الصفر الاب في الاربعين من عمره شعره اسود حكيم ومفكر يفتح استطار على غرفة الجلوس حيث يجلس عمر على كرسي كبير وشال التلفاز مع والده عمر لماذا اصبح الهواء اللايما ملووسة بدخان السلاة الدار الاب للأسف الاعتمال على مصادر الطاقة الغير متجددة بسبب هذا التلوث والحل في الطاقة النظيفة حدا اللي مصرحية لم يلي ايه عنوان المصرحية اللي ممكن نقول ايه طاقتنا من بيئتنا طب ايه المشكلة بقى تلوث الهواء طب الشخصيات مين عمر والاب طب وصف المكان لما قال لغرفة الجلوس بها كرسي كبير وتلفاز سؤال التالت النص الادى بك لفقرة التالية كراته في الانترنت ان رمزي عدد التدوير ظهر عام 1970 ميلادية ويتهوى يتكون من ثلاثة اسهم على شكل مسلس يدل على ان هذا الشيء قبل التدوير وترمز الاسهم الثلاثة للموردة غير متجددة التي يجب عندنا الحفاظ عليها وعدم اهدارها واللون الاخضر فيها يدل على الطبيعة حيث وانها نفس ايه بنفس النون استخرج من الفقرة مية لمراضف علامة هذه مراضف علامة يا ولاد من عند من الفقرة رمز جمع سهم الاسهم طبع علامة صحة وعلامة خضاء رمز اعادة التدوير يهدف الحفاظ على الموارد صح رمز اعادة التدوير على شكل ديارة من ثلاثة اسهم قردت شكل مسلس ما لون رمز اعادة التدوير لونه ايه اللون الاخضر طب بيدل على ايه يدل على الطبيعة النص المعلومات تقرأ الفقرة منذ اكثر من مئة عام عمى وباء من اخت الاوباء واكثرها فتكا في تاريخ البشرية هو وباء الانفروانزة الاسبانية الذي اصاب سلسل سكان العالم وتسبب فيه وفاة اكثر من خمسين مليون شخص في تلك الفترة فرضت على الناس بعض الاجراءات مثل تدال كمامات تجنب السلام بالأيد وملازمة اللي هي المنازل اختر مرادة في الكلمة الملونة مبين القوسين عمى يعني ولا الوصلة ولا صب ولا زهر ولا انتشر طبعا انتشرة فتكا اصابة انتشارا شوية ولا اهلاكن طبعا اهلاكن ده علامة صح علامة خطأ اصابة الانفروانزة الاسبانية سلسل سكن العالم صح ما هاما الاجراءات التي اتخذها العالم المقايم من هذا الوباء نرجع كده طبعا ارتداء الكمامات وتجنب السلام بالأيد وملازمة الاولاد المنازل السؤال الخامس النص الشعر اقرأ البيتين انت لا ينسوا ماجل وليه وطرا اعيش على هواه ولن احي على ارض سواه بنت تاريخه اهراما ومجدا وشمس الحبي تعلو في سماه مرادف تعلو ترتفع تنخفض تشرك تلمع طبعا ايه ولا ترتفع بنت تاريخ اهراما ومجدا ده تعبير حقيقي ولا مجازة طبعا تعبير مجازي شبه ايه التاريخ بانسان يبني حتنا البيتين اكلمتين لهم نفس النهاية فيه عند مثلا سواه وسماه القواعد النحوي اقرى الفقرة سوما يجب القراءة غذاء العقل يهو التلميذ المجتهد القراءة والاطلاع على كل جديد استخدم الفقرة سابق عاوزين خبر يا ولاد انا اقول مثلا ايه غذاء خبر طبعا عايزين فاعل التلميذ تخير الصواب مما بين القوسين محبوبون المجتهد المجتهدون ولا المجتهدين طبعا المجتهدون محبوبون الاهرامات في الجيزة كلمة فيه فاعل ولا حرف جر ولا خبر طبعا دي ولاد ايه حرف جر دع ظرفه مناسبا بدلا من حرف لجرب الجملة التالية وضعت الكتب فيه المكتب هنقول ايه ممكن اقول فوق المكتب خط العربي اكتب بخط النسخ قناة السويس معبر ملاحي اللي اجب عن ايه عن ميالي صح الكلمات الخطأ في ميالي قال معلمي ذلك عمل رائع هنقول قال معلمي ذلك عمل رائع اختر الصواب ما احقر الكذب علامة تعجب لون التلميز اللوحة بالقل عليك ان تفخر باجدارك على مرة التاريخ فالفراعين هم اول من فكر في ربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط فشاكو قناة سيدو السريس بين البحرين عن طريق نهر النيل وفروع لتعمل على تنشط التجارة بين بلدان او بلدان العالم القديم ولكنها تعرضت للاهمال والردن وبعد الاف سين حفر المسيليون قناة السويس لتصل مباشرة بين البحرين الاحمر المتوسط ولتضخ الدماء في شرائين التجارة العالمية مرة اخرى لكن اسمعنا نص الاستماعي يا ولاد اول سؤال معايا بيقول ده علامة صح او علامة خطأ تربط كناة السويس البحرين الاحمر المتوسط عن طريق نهر النيل غلط ربط المصريون البحر المتوسط بالاحمر قديما وحديثا صح تحدثت الفقر عن نوع قناة السويس طول عرض تاريخ ولا جماعة ما صابق طبعا ايه تكلمت عن ايه ولاد عن تاريخ قناة السويس التعبير الكتابي اكمل اللوحة الارشادية التالية الوقاية خارج من العلاج يستطيع كل منا تقليل فرص انتشار المرض في الوقاية خارج من العلاج ومن اجل ذلك عليك عزيز التلميس ان تلتزم بما يلي تكتب بقى ايه عوامل الوقاية من الاولاد من الامراض والوقاية خارج من العلاج السؤال التالية النص الآدب يقرع الفقر التالية لقد كنت متحمسا لا احكي لوصراتي عن الرحلة التي قمنا بها في حصة اللغة العربية الى محطة بمبان اردت دابي متعجبا هل سفرت من الاسوان فقلت له لا ولكن المعلمة احضرت لنا النظرات الواقع الافتراضي وعندما ارتديناها بيانت لنا الواحة الطاقة الشمسية كاننا في محطة بمبان وشهادنا طريقة توليد الطاقة المتجددة فقالت امي انتم تعيشون في ازهى وصول التكنولوجيا استخدمنا الفقرة ما يلي مراضف اعظم عايزين معنا كلمة اعظم يا لك ازهى ازهى الوصول مضاد اخفة بيانت استخدمنا الفقرة وده على مرصح على مرصح قضى التلميس اسبوعا في رحلاتهم الى محافظة الاسوام غلط محطة بمبان وحلم المحطات الطاقة المتجددة صح كيف السفادة المعلمة من التكنولوجيا في الفصل المنطقة احضرت نظرات الواقع الافتراضي لتحكي لهم عن محطة بمبان السؤال الرابع نص المعلومات تكره فقرة التالية تتمتع الشوكولاتة بشعبية عالمية نظر طبعاتها وخصائصها منفحها الكثيرة فهي مصدر السعادة الغامرة وعند تناولها يفرز المخ الدوبامين تهلمون السعادة الذي يخفر مستوية التوتر كما تحتوي الشوكولاتة على قدر من الماغنسيوم الذي يسهم في تقوية الجهاز العصبي ويعمل على تخلص الجسم من القلق اختل الاجابة الصحيحة موضف يسهم يسود يشارك ينشط طبعا ولا يتوفر طبعا يشارك مضاد غامرة عابرة وفيرة كثيرة ولا الاول والثاني طبعا ايه عابرة ما علاقة الشوكولاتة بالتوتر لا في سؤال صح ولا تحتوي الشوكولاتة على العصر الماغنسيوم غلط لا صحي ولا تحتوي على العصر الماغنسيوم ما علاقة الشوكولاتة بشعور التوتر والقلق من الجهاز للفقرة عند تناولها يفرض او يفرض الموخ الدوبة من المون السعادة لذي يخفض مستوىات اولاد التوتر وتحتوي على الماغنسيوم الذي يسهم في تقوية الجهاز العصبي دي جبتوا السؤال جيم السؤال الخامس اقلع لعبات الترياس هم اعجب غرد بل غرد يا طائر البستان غرد في كل الاحيان ديش يسايف يحمي ارض يهدي نبولا للجيران اختي الاجابة الصحيحة مراضف كلمة هم نبولا دوما شرفا ولا حقا ولا قوة طبعا ايه شرفا يهدي نبولا للجيران تعبير حقيق ولا مجازي طبعا دي تعبير اولاد هم مجازي هات كلم من النص السابق لها نفس ايه نهاية لكلمة الاحيان ممكن نقول ما سانيه للجيران كواعد النحوي العلم والاخلاق مفيدان لا تتقدم المتمعات الا بالعلم الذي يكسب الانسان الاخلاق تخيل اجابة الصحيحة بين الكوسين كلمة مفيدان في العبارة السابقة تعرف ايه تعرف فعلا ولا خبرا ولا مبتدأ طبعا ايه اولاد تعرف ايه خبرا كلمة يكسب فعل ايه ماضي ولا مضارع ولا امر طبعا ده فعل ايه اولاد فعل مضارع اكمل بهو مطلوب نوعة مجتهدون عايزين جمع تكسير الطلاب حصد نوعة السمر جمع مذكر سالم حصد الفلاح حوض الجملة الاسمية ايه تدع جملة فعلية الصديقان تعاون على الخير هنقول تعاون الصديقان في الخير السؤال السابع اكتب بخط النص بعد كده الاملاء قال المعلم هنختر يا ولاد بعد كلمة كلها ناخد ايه نقطتين يكتب محمد بايه بالقلم اين يوجد معبد الكنك ده سؤال هناخد ايه علامة الاسف هان في اثناء انتشار وباء كورونا شاهدت حلقة شائقة من مسلسل الابطال الخارقون فجلست شارد الزهن ثم انتبهت على صوت ابي قائلا يا ابني انا اعرف انك تفكر الان في حل مشاكلك من خلال الابطال الخارقين يجب ان نفرج بين الحقيقة والخيال تحقيق الامال ليس بالقوة الخارقة ولكن بالعلم والعمل والاجتهاد في مختلف المهن السؤال الاول ده علامة صح او علامة خطأ تحل مشاكلنا الحقيقية من خلال الابطال الخارقين غلط الخيال ممتع ولكن ينبغي الا نعتمد علي في الواقع صح يخطر نحقق امالنا من خلال القوة الخارقة ولا العلم ولا العمل ولا السنة والسلسل والعلم والعمل طبعا العلم والعمل التعبير الكتاب القصر القصرة تليس فكر حسين في عمل حملة التوعية لحل مشكلة التلوث الحي الذي يسكن فيه فالتصل ابو زملائي كريم وخالد وعمر تقبض الأصدقاء يوم الأجازة في النادي ثم عرض عليهم حسين فكرته ارحب الأصدقاء بالفكرة وبدأوا في تنفيذ الحملة بكتابة اللافتات وتعليق الملصقات التي ترشد المحافظة على البيئة ونجحت الحملة وقام رئيس الحي بتكريم الأصدقاء وشكرهم على مجهوداتهم الزمان هنا الزمان طبعا يولاد يوم الأجازة المكان في النادي الشخصيات من ومين حسين وكريم وخالد وعمر ورئيس ورئيس الحي النص الآن بيقرأ الفكرة التالية لفت انتباهي تجمع الناس حول صيرات مكتوبة عليها عبارة ايما عن نطمئن فسألت أبي عن سبب ذلك فقال لي هذه الصيرات تابعة لوزارة الصحة والسكان وبها فريق طبي يعد لقاح كورونا للمواطنين للقضاء على هذا الوباء قلت وهل يمكن للقاح أن يقدع لهذا الوباء يا أبي فقال بالتأكيد يا حسين فالتطعمات تكسب الجسم مناعة وتقي الناس من الرسابة اللي أمدوا على مرة الزمن أثبت الفعلية في مواجهة أخضر الأوباء الساخن من الفكرة عايزين ايه كلمة تسوي كلمة يا أولاد كدرة فاعلية تحفظ طقي ده علامة صحة وعلامة خطأ عارفوا حسين هميت التطعمات من الطبيب لا من بابا السلاة التي ترقاها حسين هدفها القضاء على أوباء كورونا صح أجب ما هميت التطعمات للناس تكسب الجسم المناعة وتقي الناس من الإصابة بالأمراض على مر الزمن هزبت الفعلية مواجهة ايه أخطر الأوباء السؤال الرابع النص المعلومات تقريب فقر التالية ثم أجب إن الإصراف في السادمان للتكنولوجيا له العديد من السلبيات منها تضيع الوقت والإصابة بمرض التوحد والإبتعاد عن العائلة والأصدقاء والإضرار بالصحة والإصابة بضعف البصر والسمنة النتيجة عن عدم القيام بأي مجهود لذلك يجب نشر الوعي بين الناس بمخاطر التكنولوجيا الأسئلة تخطي الإجابة الصحيحة الإصراف معنى الإفراط الإهمال التقدير الاعتدال طبعا يا أولاد ده معنى إيه معنى الإفراط الوعي الحب المعرفة ولا الود ولا جميع ما سابق طبعا إيه المعرفة ده علامة صح من إيجابيات التكنولوجيا الإبتعاد عن العائلة والأصدقاء لا طبعا ده سلبيات إبا ده إجابة خاطئة ده عنوان المناسبة للفقرة السابقة ممكن نقول إيه ممكن نقول أضرر التكنولوجيا أو سلبيات التكنولوجيا السؤال الخامس النص الشعاك البعطاني التلعين سوما أجب حبي لبلاري فياض عشكم بكياني أغنيه يهوى قلبي ذكر الوطني ولساني حين يغنيه يغنيه خير الإجابة الصحيحة معنى فياض معروف ولا قوي ولا مخلص ولا زائد طبعا يا أولاد إيه زائد حبي لبلادي فياض تعبير حقيقي ولا مجازة طبعا ده مجاز مع الفقرة التي تدور حولها البيتين السابقين طبعا بيتكلموا على أي أولاد حب الوطن السؤال للساد السؤال للنح جلس المعلم أمين التلاميذ وقال لهم الشمس والقمر مخلوقان من المخلوقات الله عايزين بها نختار كلمة المعلم فاعل ولا خبر المجتدأ طبعا إيه فاعل كلمة مخلوقان خبر مرفع وعلامة رفعه إيه الدم والألف واللوط طبعا مرفع بالألف عاوزين من الفقرة السابقة عاوزين فاعل فاعل عندي إيه جلسة نوعية أولاد فاعل ماضي طب عاوزين زرف عندي كلمة أمام طب نوح عايدي زرف مكان اجعل الجملة الاسمية جملة فاعلية وغير ما يلزم معلمون يقفون أمم التلاميذ هنقول إيه يقف المعلمون أمام التلاميذ السؤال السابع طبعا الخط بعد كده الإملاء كم تلميز في الفاصل طبعا ده سؤال هناخد عامة الاستفهام كده الحفل ملايهم بأي ولاد الفقرات وده الفقرات طبعا بيئتين الطفل جميل ها تلقم عندنا كمان اختبار الخامس آجابة لطلاب الأظهر الشريف السؤال الأول التعبير اقرأ التقرير التالي سوما أكمل اكتب مكان النقاط العنصر المناسب لتقرير الرحلة المدرسية الآتية المقترحات المكان التفاصيل الأراء الزمان ركبنا الحفلة في الساعة السابعة ده اي أولاد طبعا ده الزمان ثم انطلقنا إلى مصنع الشوكولاتة بالمنطقة الصناعية ده يبقى المكان واستقبالنا مسؤول العلاقات العامة واستحبنا في جولة لوقت الألات الحديثة طبعا ده اي التفاصيل عجبني في تلك الرحلة الاطلاع على معلومات جديدة عن تصنيع الشوكولاتة والمواد الغذائية ولكن لم يعجبني انتظارونا خارج المصنع لبعض الوقت بسبب حدوله المبكر طبعا ده الأراء واقترح في أزرال قادمة تأخير الموعد ساعة للزهاب في الوقت المناسب طبعا ده مقترحات السؤال التاني الكراءة اقرأ الفقرة التالية من قصة حسام قصة ايه؟ حلم ليس مستحلا ثم عجب أنا جود الموقزة لا نحتاج إلى أبي لا نحتاج يا أبي لإستخدام كل هذه الأوراق يمكن الكتاب على الحاسوب تقليل استلاك الأوراق واستخدامها من الجهتين ضم الوالد ابنته وقالا أنتم أجياد المستقبل وأمن العالم وأنا فخور بك يا ابنتي منقزة العالم فالحلم يبدأ بفكرة والفكرة تتبعها إرادة والإرادة تصنع المستحيل اخطر الإجابة ساحب بين القوسين مراضي في استهلاك توليد توزيع استخدام توصيل طبعا معناها ولاد استخدام جمع إرادة إرادات سور إدارات ولا رادارات ولا دوريات ولا إرادات طبعا إرادات الأخيرة يبدأ الحلم بإيه بإرادة ولا فكرة ولا عمل ولا مال طبعا يبدأ بفكرة ده علامة صحة وعلامة خطر أعاد الأب باستخدام الأوراق تقليل استخدام الحاسوب لا دي بنته في عبارة أنتم أجياد المستقبل تشجيع ودعوة العمل صح قال الأب لابنة أن المستحيل يتحقق بالإرادة صح السؤال الثالث النصوص قراء العبيات التريام النص بلادي إسلام سم أجر سلام على مصر في كل عام سلام على أهل مصر الكرام وجيش سيحمي ولن يعتدي سلام على مصر أرض السلام بلادي 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 إسلامي الساحة من العبيات ما يلي مراضي في أصحاب الكرام عندنا أصحاب الكرام اللي هم الكرام وضض يحمي يعتدي بسلوب أمر إسلامي كلمتين لهم نفس النهاية الكرام السلام ده علامة صحة وعلامة خطأ وصف الشاعر مصري بأرض الشرف أرض أرض الكرام بلادي 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 إسلامي تكرار يوضح شدة حب الشاعر لوطنه صح بما وصف الشاعر جيش مصر جيش يحمي ولا يعتدي جيش يحمي ولا يعتدي السؤال الرابع القواعد الماء أساس كل جائن حي على وجه الأرض فبي استطاع الإنسان في العصر الحجري أن يزرع والزراعة هي سبب قيام الحضارة عايزين بقى نستغل من الفقرة عايزين مبتدأ عند كلمة الماء طب عايزين فعل عند كلمة استطاع وقف القائد نقط الجنود أمام أو اللعن أو من طبعا أمام الجنود الطلباء المتفوق قلمة الطلباء المرفع وعلامة رفعها واوة والألف ولا الضمة طبعا مرفعها يا أولاد بالألف تحول الجملة الإسمية لأي تلا جملة فعالية اللعبان يلعبان بالكرة هنقول يلعب اللعبان بالكرة الخط اكتب بخط النسخ مرة بخط الرقع مرة لدي النسخ ودي الرقع الإملاء اجرس المصاب ما تحتوي خط قال المعلم طبعا العلامة دي هتبعين نقطتين يا أولاد بعد كلمة قالة وسائل الرأي متعددة منها القديم المعروف منها مثل الرأي بالساقية والرأي بالشادوف هنحطين طبعا ايه فاصلة ومنها الحديث الذي يؤدي يؤدي إلى توفير المياه ومنها الرأي أبرش والرأي بالتلقيط فما يجمل المحافظة على الماء ده طبعا اسلوب تعجب هنحط علامة التعجب فعلى الجامعة ترشيد السهلاك الماء وبكده سنة رابعة نحن لنا خمس امتحانات أو خمس اختبارات منهم أربعة للتربية والتعليم واحد للعظر الشريفة نخرب عنهم الامتحان بإذن الله يتبقى اللي قد تدعمونا باللاقي واشتراك في الفيديو واشتراك في القناة وطبعا صفحة الفيسبوك مسحي برجب وأي مراجعة ما يحتاجين ادخله في قوامية تشغيل الصف الرابع حين على القناة لاي مراجعات جميع المواد متحسبة توقع جميع المواد بطلق نجاحة بيرتوفي بإذن الله كد معكم مسحي برجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته